وصل الرئيس عبد الفتح سيسي إلى الجزائر الشقيقة للمشاركة في القمة العربية الحادية والثلاثين والتي ستعقد على مدار يومي الأول والثاني من نوفمبر بالعاصمة الجزائر وكان في استقباله بمطار هواري بومديان الرئيس الجزائري عبد المجيد تابون وصرح المتحدث باسم رئاسة الجمهورية بأن مشاركة الرئيس السيسي بالقمة العربية تأتي في إطار حرص مصر على تدعيم أواصر علاقات التعاون والأخوة مع جميع الدول العربية الشقيقة واستمرارا لدور مصر المحوري في تعزيز يهود دفع آليات العمل المشترك لصالح الشعوب العربية كافة أضف متحدث الرئاسة أن قمة الجزائر تهدف إلى التشاور وتنصيق بين الدول العربية الشقيقة بشأن مساعي الحفاظ على أمن واستقرار المنطقة وتعزيز المصالح العربية خاصة في ظل تحديات القائمة المتعددة وذلك على المستويين الدولي والإقليمي لسيما نتيجة تتبعات جائحة كورونا والأزمة الأوكرانية وما أفرضه ذلك من ضغوط مختلفة على الدول العربية وسيتضمن برنامج الرئيس عبدالفتاح السيسي عقد عدد من اللقاءات الثنائية مع أشقائه من القادة العرب من أجل التباحث حول سبل تعزيز العلاقات الثنائية المشتركة وكذا تبادل الرؤى بشأن آخر المستجدات على الساحتين الإقليمية والدولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة